خلينا ناخد مرحلة تمويل هو مرحلتين مرحلة أولا أنه بعد صورة يناير 2011 أعتقد حصل تباطؤ نزبي كبير في مجال الاستثمار في الصناعة والاستثمار بشكل عام كلنا لاحظنا طبعا فده أدى إلى عذوف كثير من المستثمرين إنهما في توسعات يعني اللي عنده مصنع أو شغال به لكن ما لاحظناش أنه فيه توسع بشكل كبير في الاتجاه سواء الاستثمار بنفسهم أو حتى من خلال اقتراض بجنوك بشكل كبير